بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من أول تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجراءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جماءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولمسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمهم وما كنا غائبين والوزن يومئذ من الحق فمن فقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مما تشكرون ولقد خلقنا لكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآذم فسجدوا فسجدوا إلا ملائك بليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنفرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراحك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا إلى الظالمين فوصوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال سمهما إني لكما من العصحين فدل لهما بغرور فلما ذلق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا عليهما من واق الجنة ونادهما ربهما لا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصين قال اهدفوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض استقروا ومتاعوا إلى أحيين قال فيها تحيون وفيها تبوتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي ونسوآتكم وريشهم ونباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبريكم من الجنة إنك ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة طالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا لها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتكونون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا أدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا مني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشرموا ولا تصرفون إنه لا يحب المسلفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات القوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما غفر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبكم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتعفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من تبن الله قالوا ضلوا عما وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جديا قالت أخرى هم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرى هم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب لمن كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن آلات فافتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سن الخيارات وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم من آلهم ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وصعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من خل تجري من تحفهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدى ما لهذا وما كنا لنهدني أولاء هدى ما الله لقد جاءت رسل ربنا للحق ونودعوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذنا نؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمان ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أمصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيمانهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها أولاء الذين أقصمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا ألا أنتم تحسنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا وأعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم منساهم كما نسوا لقاء يومهم هابا وما كانوا بآيات ما يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينفرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قل جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعها فيشفع علماء أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقبر والنجوم مسخراط لأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتلين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحيا ودعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابهم فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خب فلا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالته ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواجبتم أن جراءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينفركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجئنا هو الذين معه في الفلك وأخرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس من سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأدلكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينفركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجهتنا لنعبد الله وحده ونذر من كان يعبد آماؤنا فاختنا بما تعدنا إن كنت من الصابقين قال قد رقى عليكم من ربكم رجلس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباءكم ما بزن الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى الزمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه إناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عباد أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عابر وبغوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعثوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فاعقروا ما قد وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح احتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونوقا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم الأناس يتطهرون فأنجينا له وأهله إلا امرأته كانت من الخابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانفروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جماءتكم بهيدة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخزوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراقين توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبهونا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قرؤه لنخرجنك يا شعيب وما أرسلنا في قرية من نبيه إلا أخذنا أهلها قال المأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مساء بآءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتتهم وهل لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياته وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها فلنساء لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ولطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤلموا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانفروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت بن الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يبه فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشمين يأتوك بكل ساحر عليم وجهاء الصحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحد الغالبين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجهاء بسحر عظيم وأرحينا إلى موسى أن ألقوا عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فهنبوه مالك وانقلبوا صافين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكر تبوه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا المسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيل سماءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله أصبرون إن الأرض إلا ينفها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله أصبرون إن الأرض لله ينفها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أؤذينا من قبل أن تأذينا ومن بعد ما جدتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينفر كيف تعملون قال لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئته يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطعفان والجراب والقمن والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقى عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهب عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز لا أجل هم بالغه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الينب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعنشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومه يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون منهم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجئنا لكم من آل فرعون يسرونكم صرور العذاب يقتلون أبناءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر فثم بيقاط ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصمح ولا تتبع سمين المفسدين ولما جاء موسى لمنطاتنا وكلمه ربه قال رب ألي أنظر إليك قال لن تغامل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ثراغين فلما انتجل ربه للجبل جعله بكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكبرس قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها لقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بخير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغير يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حلقت أعمالهم هل يجزعون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قرن موسى بعده من حلي عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتم أوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ببأم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني قال ببأم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخيه وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال ببأم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وأما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهمون واخذار موسى قومهم سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلك بأم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء إنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابني أصيب به من أشاء ورحمتي وسعف كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ما ليؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكب ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهددون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم أثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فمجسث من أثنت عشرة عينات قد علم كل أناس مشرهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكموا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقلوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأوصلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهؤون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون فلما عطوا عمانه وعنه قلنا لهم كونوا قربة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العطاب وإنه لغفور رحيم وقد ضعناهم في الأرض أممان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسدات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميفاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وابدار الآخرة خير للذين يتكوهون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه فلة وظنوا أنه واكع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من فهورهم ثريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الغافلين أو تقولوا إنما أشرك آماؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وقنوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان بما الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأف أو تتركه يلأف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا ظالمين من يهدي الأنو فهو المهتدين ومن يضل فهولئك هم الخاصرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه ديان واذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزرون من كانوا يعملون ومن من خرقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستبرجهم من حيث لا يعلمون وأني لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حبيث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيالهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيام موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقطها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغبة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي دفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجان يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعو الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونا من الشاكرين فلما آتاهم صالحا جعلا لهم شركاء فيما آتاهم فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخرق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم دصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل إن يمشون بها أم لهم أئد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آغان يسمعون بها قل إبعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترى هم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ما ينزهنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين انتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا مصرائر من ربكم وهنى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفته ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الخافرين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون